موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب حضراتكم في المحترف كلنا طبعا بنتابع بطولة وبنغطي بطولة كبيرة جدا جدا بطولة كاس الأمم الأوروبية 2020 هنتابع مع حضراتكم وإيه اللي حصل في المباراة اللي تلعبت ومباراة كمان اللي جاية بطولة كلنا بصراحة بنستمتع بيها بشكل أكتر من رؤية الحقيقة كمان اليومين اللي فاتوا يمكن شاهدوا ينتهاء طبعا الجولة التانية من البطولة كان فيه بعض النقاط اللي يمكن حنقف عندها شوية لأن زي ما بقول لحضراتكم البطولة كبيرة جدا أحداثها سريعة جدا وبيحصل فيها أحداث لازم نوقف عندها خلينا نتكلم على أول حدث بالنسبة لي وبالنسبة طبعا لأوروبا كلها لا حديث يعلو غير عن المنتخب الإيطالي المنتخب الإيطالي اللي يمكن الحقيقة مباراة بعد مباراة بيثبت أنه أصبح بنكهة مختلفة مع روبرتو منشيني طبعا كلنا عارفين من زمان يمكن من التسعينات ويمكن قبل كده الكرة الإيطالية دايما بتتسم بالنزعة الدفاعية بشكل كبير جدا وده يمكن وصل أو فازة إيطاليا بأربع مرات في كاس العالم لكن طبقة الكرة الإيطالية مفهومها عند الجميع هي الطريقة الدفاعية المصلة لكن خلينا نتكلم على منشيني منشيني أعتقد بيقدم المنتخب الإيطالي بوجه مختلف وجه جديد وجه يمتاز بالأداء الهجومي على مستوى عالي جدا جدا المنتخب الإيطالي في ثلاث مباريات في دور المجموعات بيحرز سبع أهداف وبيبقى من الفرقة المرشحة بشكل كبير جدا بالمنافسة على اللقب شخصيا يمكن يعني منتخب أصبح من العيارة التقيل جدا منتخب الإيطالي بنتكلم على منتخب نقدر نقول ما فيش أسماء كبيرة زي اللي كانت موجودة في التسعينات ويمكن الألفية اللي فاتت لكن فريق زي ما احنا شايفين بيقدم كرة جماعية بشكل كبير جدا جدا المنتخب الإيطالي بقيادة منشيني بيقدم شكل أكثر من رائع العلامة الكاملة للمنتخب الإيطالي بيقدم صورة رائعة بدون زي ما بنتكلم بدون أسماء كبيرة ولكن تبقى الكرة الجماعية بالمنتخب الإيطالي بشكل أكثر من رائع كمان في نقطة مهمة جدا بكلم حضراتكم فيها من خلال ييرو 2020 التواجد الجماهيري تواجد الجماهير كمان في المباريات بشكل كبير جدا 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 وده بيدي روح كبيرة جدا لكرة القدم عارفين دايما بنقول الكرة للجماهير ويمكن تواجد الجماهير يمكن آه يعني بأعداد قليلة شوية لكن تبقى وجود الجماهير في الييرو 2020 أعتقد هتبقى بداية جيدة جدا جدا لعودة الجماهير وجود الجماهير في مدرجات الييرو أعتقد كلنا شاهدناه ويمكن كان بكسافة جدا جدا فيه مباراة يمكن فرنسا والمجر اللي قيمت طبعا على ملعب بوشكش كان فيه تواجد جماهيري أكتر من رائع وزينا بقول لحضراتكم الكرة للجماهير صورة جميلة بيقدمها يورو 2020 للعالم كله إن شاء الله بإذن الله لوجود جماهير في كل الدوريات وإن شاء الله هنا في بلدنا مصر خلينا اتكلم كمان على نقطة تالتة النقطة التالتة دايما بتكلم مع حضراتكم يمكن البطولات الكبيرة دايما بتفرز نجوم يمكن ما كانش حد يعرف أسمائهم قبل كده على مستوى يورو 2020 فيه نجوم فعلا ظهروا وحيصبحوا نجوم كبيرة جدا جدا حقول لحضراتكم يمكن على سبيل المثال طبعا روبين جوسيز طبعا ده لعيب أطالنطا لعيب المنتخب الإيطالي اللي يمكن المباراة البرتغال قدم مردود أكتر من رائع بيقدم مستوية أكتر من رائع زي ما بقول لحضراتكم يمكن من دلوقتي خلاص فيه بعض الأندية الكبيرة زي برشلونة بيقدم عرض لجوسيز على أساس يكون متواجد فيه يعني فيه صفوف برشلونة السفل الجاي من الواضح أنه هيكون كمان من النجوم اللي هتستع في عالم كرة القدم كمان ما ننساش نجمل تشيك يعني بيتر تشيك ده طبعا لعيب مميز يمكن حضراتكم اللي بيتابع أمم 2020 أحرص يمكن هدف من أجمل الأهداف يمكن فيه تاريخ البطولة كمان نجمع صغير في السن بيؤدي بشكل أكتر من رائع مع المنتخب التشيكي وزي ما بقول لحضراتكم ممكن جدا يكون من نجوم العالم في الفترة اللي جاية يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني العشرين عشرين بطولة ممتعة فنيا على مستوى كرة القدم أحداثها سريعة جدا جدا على مستوى الأحداث اللي بتحصل يعني كمان من الأخبار يمكن نهاردة كان خبر كمان يخص ديمبلي طبعا ديمبلي لعب برشلونة اللي يمكن الإصابة بالنسبة له هتحرمه بشكل كبير من البطولة كلها ديمبلي طبعا لعيب كبير مميز لكن دايما لما بنجيب سير ديمبلي كمان على مستوى الأندية لعيب آه مميز عنده سرعات كبيرة جدا عنده حلول فردية كتير جدا لكن كثير الإصابات ديمبلي طبعا بعد الموسم مع برشلونة أعتقد كمان كان موسم مخيب للأمال نتيجة الإصابة مش نتيجة طبعا أنه لعيب وحش لكن أعتقد كمان ديمبلي هيغيب عن سخفوف المنتخب المرحلة اللي جاية يعني أحداث كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم في اليورو عشرين عشرين كمان عندنا على مستوى الصحافة وعلى مستوى عنوين الصحف العالمية تعالوا مع بعض نشوف قالت إيه صحافة العالم عن ييرو عشرين عشرين مع حضراتكم في المحترف صحافة العالم اللي تكلمت بشكل كبير جدا عن طبعا ييرو عشرين عشرين هنبدأ مع المنتخب الأسباني أو الصحافة الأسبانية يمكن المنتخب الأسباني يمكن قبل البطولة كان من الأسماء المرشحة بقوة للوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة لكن أعتقد مع بداية البطولة خيبت أمل كبيرة جدا لإدارة المنتخب الأسباني في أول مباراةين حضراتكم عارفين طبعا التعادل السلبي مع السويد سفر سفر والتعادل الإيجابي واحد واحد مع منتخب بولندا بصراحة كمان الشبح الخروج مبكرا من البطولة حضراتكم عارفين طبعا أن يمكن لوس أنريكي كمان كان من العلامات الاستفهام الكبيرة جدا أنه على مر تاريخ المنتخب الأسباني أنه أول مرة في تاريخ المنتخب الأسباني لم يتم اختيار أحد لعبي ريال مدريد وده كانت علامة الاستفهام كبيرة جدا يمكن جولتنا في الصحافة من خلال أسبانيا عني بدأ بجريدة ماركة الأسبانية اللي يمكن اهتمت زي ما أقول لحضراتكم بالمنتخب الأسباني وكتبت عن بوسكتس طبعا بوسكتس عارفين أنه يمكن غاب في الجولتين اللي فاتوا نتيجة بيروس كورونا لكن بوسكتس يعود للمجموعة وده حضراتكم عارفين بعد طبعا إصابة بوسكتس ببيروس كورونا تعافى من الإصابة وشارك في التدريبات طبعا مع المنتخب الأسباني مبارح وظهر اللاعب خلال التدريبات بأداء بدني جيد بيأكد الجاهزية طبعا لخود المباراة المباراة القادمة مكسب كبير جدا للمنتخب الأسباني يعني في وسط ملعب المنتخب الأسباني لسه في أسبانيا وجريدة موندو دي بتريبو الأسبانية ركزت على منتخب أسبانيا قبل طبعا موجهة المرتقبة أمام منتخب سولفاكيا وكتبت تغييرات في الأفق لمنتخب أسبانيا أمام المنتخب السولفاكيا أعتقد هيكون فيه تغييرات على المستوى التكتيكي وعلى مستوى الأفراد أكيد طبعا المنتخب الأسباني لا بديل لغير الفوز أمام المنتخب السولفاني لضمان التأهل لدور 16 لسه مع المنتخب الأسباني نروح لصحيفة آس الأسبانية اللي وصفت يمكن نتائج المنتخب الأسباني في يورو 2020 وكتبت ما بين قوسين كده أزمة ثقة أزمة ثقة على مستوى يمكن لويس أنريكي أزمة ثقة على مستوى اللعيبة نفسها داخل الملعب المنتخب الأسباني بيقدم كورة استحواز استحواز بشكل جيد جدا ولكن يبقى النتيجة هي العامل الأهم للحصول على البطولات نفس الجريدة اهتمت كمان بتصريحات المنتخب بتصريحات المنتخب البلجيكي وكابت المنتخب البلجيكي هازارت اللي قال كحلي لن يكون مثل ما كان عليه من عشر سنوات يعني آس طبعا بتنتقد بشدة أو بتنتقد بشكل أو بآخر طبعا أداء المنتخب الأسباني وأداء ليوس أنريكي في يورو 2020 طيب نروح مع حضراتكو لإنجلترا يمكن بنتكلم معظم الصحف يمكن خلال الإنبارح والنهاردة بيركزوا على هاري كين يمكن بعد مرور 180 دقيقة هاري كين ما ظهرش بالمستوى المناسب للإسم الكبير عارفين حضراتكو هاري كين طبعا هداء في البريمالليج السنة طبعا الصحف الإنجليزية طلعت وصحيفة كل الصحف الإنجليزية صان بتقول وكتبت هاري كين أساسي بالرغم من كل شيء جاريس ساوس جيت طبعا المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بيضع ثقة بعودة هاري كين للحياة في أمم 2020 وبيشارك بصفة أساسية المبرأة اللي جاية طبعا زي ما بنقول جاريس ساوس جيت ده طبعا بيضع ثقة كبيرة جدا جدا في هاري كين رغم زي ما بقول لحضراتكو بيقدم مستويات قليلة شوية وطبعا لغاية دلوقتي بالرغم زي ما بقول لحضراتكو هداف الدوري الإنجليزي لكن لغاية دلوقتي في الييرو لم يظهر بالشكل المناسب ولم يحرز أي هدف بالرغم عن كل اللي بقوله حضراتكو دوت يبقى هاري كين طبعا على المستوى الفني لعيب كبير جدا جدا يعني هداف من طراز فريد يمكن فيه المبارياتين اللي فاتوا ما ظهرش بالمستوى الجيد مع حراسة هداف لكن على الرغم من كده المان سيتي لسه بيقدم لهاري كين مبلغ خرافي للانتقال للمان سيتي الموسم القادم 100 مليون جنيه استرليني تقريبا بيعادل أكتر من 140 مليون يورو لانتقال هاري كين بيقدمه من سيتي آسف عرض رسمي لطبعا انتقال اللاعب الكبير هاري كين للانتقال لصفوف الستي السنة اللي جاية طبعا التحدث كمان اتحدثت الصحافة عن ويلز ويلز اللي بيقدم مباريات أكتر من رائعة وطبعا وصوله لدور 16 في طبعا اليورو 2020 رجم طبعا خسارته أمام منتخب إيطاليا 1-0 لكن طبعا اعتقد ان ويلز كمان من الفرق اللي ظهرت بشكل جيد على مستوى طبعا النجوم على مستوى الأداء ووصولها طبعا يمكن لدور 16 أكبر دريل ان ممكن ويلز يكون هو الحصان الأسود لـ 2020 في نفس السياق نتكلم على لسه في انجلترا نتكلم على ديلي ميل طبعا دي صحيفة كبيرة أكدت في عنوان كبير لها تاني على هاري كين سيبدأ أساسي في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام الشيك طبعا دي المباراة بإذن الله هتقام بكرة بنأكد تاني والصحف كل الصحف الإنجليزي بتأكد ان ساوس جيت المدير الفني ما زال يسق في قدرات وقائد المنتخب الإنجليزي اللي يمكن يعاني في اللقاءات الأخيرة زي ما قلنا لحضراتكم الصحيفة دي برضو صلتت الضوء على تأهل المنتخب الويلزي للأدوار الإقصائية يعني على الرغم من الخسارة أمام المنتخب الإيطالي ولكن يبقى ويلز أيضا من مفاجآت هذه البطولة والوصول لدور الـ 16 نفس اللي موجودين مع حضراتكم في إنجلترا ديلي إكسبريس الإنجليزية طلبت من ساوس جيت الحفاظ على الهدوء والإبقاء على هاري كين يعني كل اللي خلي بالكم ده مهم جدا يعني كمان الصحف الإنجليزية رغم يمكن عدم ظهور هاري كين بمستوى جيد لكن كله بيعمل سوبورت ويطالبه المدير الفني بالإبقاء على هاري كين في التشكيلة الأساسية طبعا العيب مهم جدا في منتخب إنجلترا وهدف كبير جدا هدف المونديال 2018 هدف البريميال ليج فالتعامل حتى على مستوى الصحف كلها بتعمل سوبورتينج قوي جدا جدا لهاري كين نجمة المنتخب الإنجليزي يمكن المباراة الأولى أمام المجر يمكن والفوز 3-0 نحن بنتكلم لسه طبعا على نروح للبرتغال يمكن البرتغال كمان يا جماعة خلينا نتكلم أنها بداية كانت بداية أكتر من رائعة منتخب البرتغالي بداياته كانت أكتر من رائعة والفوز 3-0 وكل الناس كانت بتتكلم يمكن عن المنتخب البرتغالي أنه ضمن بشكل أو بآخر التأهل للدور القادم لكن عارفين طبعا البرتغال بتقع في مجموعة الموت المباراة الثانية أمام المنتخب الألماني والخسارة 4-2 يمكن كانت يعني بعد طبعا كمان التعادل مع تعادل فرنسا والمجر حط يمكن المنتخب البرتغالي في وضع سيء جدا ووضع يعني بعد ما كان يمكن بعد المباراة الأولى كل الناس بتتكلم على المنتخب البرتغالي لا البرتغال دلوقتي في وضع صعب جدا انه هو اتغلب اربعة اتنين وكمان المجر اتعادلت مع فرنسا واحد واحد يبقى الفوز المباراة اللي جاية كمان امام مين هيلاعب فرنسا بطل العالم وحتكون مباراة صعبة جدا جدا تعالوا مع بعض نشوف برضو الصحف البرتغالية قالت ايه عن المنتخب البرتغال نبدأ بصحيفة قبولة البرتغالية في غلفها الى التفسيرات اللي قادلة بها او التصريحات اللي قادلة بها فرنكو طبعا سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد يمكن الهزيمة من المانيا اربعة اتنين قالت الصحيفة البرتغالية ان سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي لم يخفي حالة استياء كبيرة جدا في المنتخب البرتغالي بعد الهزيمة الكبيرة امام المنتخب الالماني اربعة اتنين واشارت كمان ان تصريحات سانتوس واللي من خلالها قال ان لا اريد توقع السيناريو عارفين فيه كذا سيناريو مطروح كمان على مستوى النتائج علينا قال ده طبعا على لسان سانتوس قال علينا الآن مواجهة المنتخب الفرنسي أولا ثم الحديث عن النتائج فيما بعد المباراة يمكن زي ما بقول لحضراتكم ماكف صعب جدا للمنتخب البرتغالي أمام المنتخب الفرنسي المباراة القادمة نروح لفرنسا يمكن فرنسا كمان بعد أكيد المفاجأة اللي يمكن كانت كل الناس متوقع أكيد فوز المنتخب الفرنسي على المجر لكن بعد تعادل المنتخب الفرنسي أمام المجر واحد واحد ويمكن ويفوز زي ما بقول لحضراتكم يمكن هي فازت على ألمانيا واحد سفر ويتواجه كمان فرنسا مباراة صعبة أمام البرتغال في آخر مباراة في المجموعة الستة نروح للكيب الفرنسية اللي ركزت بشكل كبير جدا على لقاء المنتخب الفرنسي الحاسن أمام البرتغال في أمم 2020 أمم أوروبا 2020 وكتبت للكيب الفرنسية كريم بنزمة ما زال يبحث عن أول هدف منذ عودته للمنتخب الفرنسي وحطته تحت الميكروسكوب شوية يعني كل الأنظار حضراتكم عارفين يمكن بنزمة غير فترات كبيرة جدا جدا عن المنتخب الأسباني لكن صحيفة للكيب بتركز أن رغم عودة يمكن بنزمة الهدف الرائع لطبعا فريق ريال مدريد اللي ظهر بشكل أكثر من رائع المسلمين اللي فاتوا بيقدم مستوات كبيرة جدا لكن اللي كيب الفرنسية بتقول ما زال طبعا بنزمة لم يحرز هدف ولم يظهر بالشكل المناسب تعالوا نروح لإيطاليا نشوف إيطاليا طبعا اللي يمكن بتعمه فرحة كبيرة جدا لكل الشعب الإيطالي بالمستوى الجيد اللي بيقدمه منشيني مع المنتخب الإيطالي كل الصحب بتتكلم على منشيني الشكل الجديد شكل الأزوري الجديد الحصول على العلامة الكاملة وسبع أهداف في تلات مباريات يعني كل الناس على رأسها طبعا الصحف العالمية وعلى رأسها أكيد الصحف الإيطالية نروح لجازيتا ديلي سبورت الإيطالية اللي بتقول يتحقق بتحقق المنتخب الإيطالي بيحقق العلامة الكاملة والصعود كمتصدر للمجموعة قالت كمان إن حصلنا على المركز الأول في المجموعة الأولى يعني ده كان بسبب يعني هدف أو بسبب طريقة منشيني الرائعة في إدارته للمباراة وصفت منشيني كمان بالنجم وقالت يعني سمح للجميع باللعب طبعا حضراتكم عارفين المباراة الأخيرة كمان بعض اللعيبة لما لعبتش أول مباراتين في المجموعة سمح لهم منشيني باللعب في المباراة أكتر من أربع أو خمس لعبين لعبوا في المباراة الأخيرة وكمان يمكن منشيني بيعادر رقم بوزر مع إيطاليا اللي يمكن مخسرش فيه خلال تلاتين مباراة زي ما بقول لحضراتكم كمان الصحف على مستوى إيطاليا عندها فخر كبير جدا بالمستوى اللي بيقدمه منشيني صحيفة كوريلي ديلي سبورت دي لسه برضو مع حضراتكم في إيطاليا بتتكلم على حكاية خرفية قالت منتخب إيطاليا بيهزم طبعا ويلز بهدف ويطير إلى دور الستاشر أشرت كمان إلى أرقام منشيني القياسية قائلة منشيني مثل بوزو طبعا تلاتين مباراة بدون خسارة بكده يمكن يعني زي ما بقول لحضراتكم منشيني منشيني بيقدم عروض قوية جدا جدا بيكسر أرقام قياسية وأهم حاجة في المنتخب الإيطالي خلينا نكلم بكل أمانة جزئين الجزء الأولاني خلاص المنتخب الإيطالي بيلعب كرة حديثة كرة لا تعتمد بس على الدفاع زي يمكن فترات كتيرة لكن بتعتمد كمان على الأداء الهجومي إحراز أهداف بشكل كبير جدا ده جزء الشكل التكتيكي ليه جزء آخر كمان على مستوى الكرة الجماعية ما فيش نجم بارس في الكرة الإيطالية زي ما بنتكلم على نجوم كبار قبل كده في المنتخب الإيطالي لكن دلوقتي الكرة الجماعية هي الكرة السائدة للمنتخب الإيطالي اللي بيحقق نتائج أكتر من رؤية في اليورو 2020 وبقى مرشح للحصول على البطولة يمكن قبل البطولة ما كانش المنتخب الإيطالي من دمن المرشحين دي كانت نهاية طبعا فقرتنا مع صحافة العالم واللي قالته عن يورو 2020 نروح لنفاصل ونرجع مرة تانية مع المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف كنا أكيد لسه مع أجواء وطبعا بطولة كبيرة بطولة أمم أوروبا 2020 تكلمنا مع حضراتكم يمكن قبل الفاصل على النتائج نتكلم على المفاجآت يمكن الدور التانية أو نتكلم على دور المجموعات دور المجموعات يمكن شاهد حاجات كتيرة جدا مبارات كان على أعلى مستوى مبارات قوية جدا من خلال طبعا أربع فرق ضمنوا التأهل لدور الستاشر وكمان على مستوى الخروج يمكن حضراتكم متابعين أن المنتخب الترقي هو أول الراحلين عن يورو 2020 يمكن بعد نتائج يعني في اعتقادي كانت كمان مفاجأة لكل متابعين الكرة التركية منتخب الترقي أكيد منتخب قوي ولكن هزيمة تلت مباريات هزيمة بشكل سيء جدا تعالوا معنا تقرير نشوف مين الأربع فرق اللي وصلوا لدور الستاشر وكمان تركيا أول موضعين ليورو 2020 اختتمت مباريات الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وشهدت إثارة كبيرة وحسابات مرتبكة في كل المجموعات باستثناء المجموعة الأولى التي انتهت مبارياتها وتم الكشف عن هوية المتآهلين منها وقبل انطلاق مباريات البطولة اليوم الاثنين كانت أربعة منتخبات قد حسمت تأهلها بالفعل إلى دور الستة عشر وهي إيطاليا، هولندا، بلجيكا بالإضافة إلى منتخب ويلز صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى فيما ينتظر منتخب سويسرا حسابات المركز الثالث في المجموعات الستة وينص نظام البطولة في النسخة الحالية على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الستة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وودع منتخب توركيا البطولة مبكرة بعدما خسر مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام إيطاليا وويلز وسويسرا وطلقت شباكه ثمانية أهداف بينما لم يحرز سوى هدف واحد عبر نجم عرفان قهوجي نجم فريق فنار بخشا في أسوأ ظهور للأتراك في بطولة كبيرة منذ فترة طويلة وبات منتخب إيطاليا حديث الجميع في الدورة الأوروبية الكبيرة بعدما خرج من الدور الأول بثلاثة انتصارات مدوية مسجلا سبعة أهداف ومحافظا على نظافة شباكه كعادة عمالقة الدفاع في العالم على مر الأصور وباستثناء المجموعة الأولى يبدو الصراع على بطاقتي التأهل محتدما في المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة ولا يعرف أحد من سينتقل للدور الثاني فالفرصة متاحة أمام الجميع بينما حسم منتخب بلجيكا واحدة من بطاقتي المجموعة الثانية ونفس الأمر مع منتخب هولندا في المجموعة الثالثة الكل يترقب الجولة الأخيرة وما ستصفر عن ولمن ستبتسم الساحرة المستديرة ومن سيحزم أمتعته ويرحل سريعا غير مأسوف عليه في واحدة من أسهل الدورات في فرص التأهل للدور الثاني في ظل وجود بطاقة الإنقاذ السحرية الممثلة في أفضل ثوالث يمكن تقرير أكتر من رائع زي ما بقول لحضراتكم يعني البطولة بلغة الكرة كده بطولة مولعة يعني آه في بعض الفرق أربع فرق أو أربع منتخبات ضمنوا التأهل لدور الستاشر لكن كمان أعتقد الجولة الثالثة أو الجولة الأخيرة من دور المجموعة يعني هتكون المتشاط على أعلى مستوى متشاط يمكن فيه مبعد المبارات لا تقبل قسمة على اثنين هنشوف كمان على المستوى الفني مبارات كبيرة جدا جدا ده كمان لسه إحنا في دور يمكن المجموعات دور الستاشر كمان هنستمتع بقى بمبارات النوك أوت وإزاي التاكتك بيتم بشكل أكثر من رائع فبقول لحضراتكم بطولة رائعة جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى الأحداث طيب نرجع مع حضراتكم نتائج المباريات اللي يمكن نتلعبت أيام السبت والحد والنهار ده كمان كان فيه بعض المبارات بتتلعب عن أولى لحضراتكم عندنا كمان مبارات يوم الجمعة اللي فاتت يعني زي ما حضراتكم شايفين السويد أمام سولفاكيا بالفوز واحد سفر ده كان كرواتيا واحد واحد أمام الشيك وطبعا المنتخب الأسكتلندي أمام المنتخب الإنجليزي كانت مباراة قوية جدا جدا خروج هذه المباراة بالتعادل السلبي مباراة يمكن كان على المستوى البدني مباراة أكثر من رائعة خاصة بالمنتخب الإنسكتلندي اللي بيقدم مباراة أكثر من رائعة حضراتكم دايما يمكن عارفين الديربي الكبير جدا الديربي التاريخي ما بين إنجلترا وإنسكتلندا كان يمكن ده يمكن التعادل الرابع فيه تاريخ الفرقتين على مستوى الديربي المنتخب الإنسكتلندي ما زال عنده أمل طبعا للوصول لدور الستاشر نروح لمباراة يوم السبت وكانت طبعا مباراة المجر وفرنسا مباراة كمان على المستوى الفني وعلى مستوى الطموحات للمنتخب المجري والتعادل مع بطل العالم واحد واحد نتيجة أكتر من رائعة أكيد طبعا مباراة من أفضل مباراة الغادة بالبطولة مباراة طبعا ألمانيا والبرتغال وعودت طبعا المنتخب الألماني من بعيد بعد هزيمته من فرنسا بفوز كبير على المنتخب البرتغالي 4-2 كانت مباراة كبيرة جدا جدا طبعا على مستوى زي ما أقول حراراته على مستوى المنتخب الأسباني والتعادل المخيب للأمال أمام طبعا المنتخب البولندي اللي بيقدم كمان مباراة رائعة على المستوى التكتيكي اللوانديسكي بيحرز هدف رائع هدف التعادل والمنتخب الأسباني التعادل واحد واحد أمام المنتخب البولندي نروح لمباراة يوم الحد لأقيمة إمبارح كان في مباراة على مستوى كبير جدا مستوى عالي نبدأ على طبعا الفريق التركي أو للراحلين والخسارة أمام المنتخب السويسري الذي يبقى أماله لغاية دلوقتي لتحديد طبعا من نتيجة 3 واحد يمكن أن المنتخب السويسري مازال عنده أمال الوصول لدور 16 كأحسن توالد في المجموعات وطبعا رحيل أو يعني مغادرة المنتخب التركي للييرو 2020 أما طبعا مباراة ويلز وإيطاليا والفوز التالت على التوالي للمنتخب الإيطالي بالعلامة الكاملة والكلينشيت المنتخب الإيطالي بيفوز على ويلز كمان اللي من خلال رغم الهزيمة لكن طبعا يمكن التأهل كمركز تاني في هذه المجموعة والمنتخب الإيطالي طبعا بأداء أكتر من رائع والتعادل مع ويلز واحد نروح عندنا كمان مباراة يمكن المباراة بتتلعب خلال يعني وأنا بتكلم مع حضراتكم مباراة هولندا هولندا بيفوز 3-0 على مجدونيا وطبعا هولندا كده يعني بتضمن التأهل للدور التاني زيها زي إيطاليا يمكن إيطاليا كمان شكلها أفضل شوية في الملعب من هولندا لكن رغم الغياب الكبير لهولندا عن المسابقات بطولة أوروبا لكن كمان بترجع بشكل أكثر من رائع والعلامة الكاملة والسعود لدور الستاشر كمان عندنا أوكرانيا كان بتلعب النهاردة كمان آه مع فريق النمسا طبعا أوكرانيا النمسا طبعا كسب 1-0 وتأهل هو كمان يمكن أوكرانيا كمان مع شفشينكو بتقدم يعني مباريات على مستوى البدني جيد جدا لكن الخبرات تنقصها بشكل كبير النمسا بتوصل لدور الستاشر بعدد 6 نقاط وبعد فوزها طبعا على مجدونيا زي ما بقول لحضراتكم البطولة مشتعلة البطولة مشتعلة بشكل كبير جدا لسه مع أجواء البطولة طبعا ويعني النتائج فيه نتائج يعني النتائج متوقعة وبعض الفرق بتقدم مستويات كبيرة جدا لكن على مستوى طبعا يعني الأداء الفني كمان الجولة التانية يعني هنتكلم عليها لكن أنا بتكلم دلوقتي على الأداء الفني كمان على مستوى عالي جدا جدا في الفترة اللي فاتت ولسه كمان زي ما بقول لحضراتكم إحنا ما دخلناش على دور الستاشر ولا دور التمانية والنوق قوت أكيد بنستمتع بشكل كبير جدا مع بطولة أمم أوروبا عشرين عشرين طيب تعالى نستعرض مع حضراتكم ترتيب المجموعات الستة طبعا ترتيب المجموعات الستة من خلال دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم نهاية الجولة التانية وطبعا في الجولة التالتة أو الجولة الحاسمة في الييرو عشرين عشرين المجموعة الأولى قدام حضراتكم طبعا إيطاليا بالعلامة الكاملة تسع نقاط في المركز الأول ويلز في المركز التاني بأربع نقاط وضمان التأهل السويسرا أربع نقاط وتنتظر طبعا أفضل توالد والمركز الأخير المركز التركي وخروجها بعلامة السلبية الكاملة زيرو من النقاط في خلال ثلاث مباريات دي كانت المجموعة الأولى نروح للمجموعة التانية طبعا بلجيكا كمان يعني بتحصل على ست نقاط وده منها للوصول لدور الستاشر ده في المركز الأول المنتخب الروسي بثلاث نقاط في المركز التاني فنلندا ثلاث نقاط بالمركز التالت والدنمارك بلا رصيد في المركز الرابع يعني أعتقد الأمور مشتعلة في المجموعة دي بشكل كبير جدا جدا أعتقد الدنمارك يمكن خارج الصورة تماما لكن يبقى المنتخب الروسي أيضا عنده أمال للوصول لدور الستاشر نروح للمجموعة التالتة طبعا المجموعة التالتة قدام حضراتكم بنتكلم على هولندا بستة نقاط وتضمن الوصول لدور الستاشر نتكلم المركز التاني بستة نقاط مين المركز التاني؟ هولندا معنا في المركز الأول النمسا طبعا النمسا طبعا النمسا طبعا فيه حاجة بس في الجرافيك المركز التالت طبعا بنتكلم على أكيد هولندا زي ما بقول له حضراتكم مرشحة بشكل كبير جدا للوصول للمبرارة رغم زي ما بقول له حضراتكم يمكن المنتخب الهولندي غاب فترات كبيرة جدا على البطولات الأوروبية بشكل كبير التواحين الهولندية أكيد بتظهر بشكل أكثر من رائع في هذه البطولة لكن زي ما بنقول يعني الحكم كمان على المنتخبات حتى للمنتخبات الكبيرة بنتكلم على منتخب فرنسا بنتكلم على منتخب ألمانيا بنتكلم على منتخبات كبيرة ولكن الظاهر إنه يكون حيكون مفاجآت على مستوى عالي جدا في مباراة النوك آوت يمكن زي ما بقول له حضراتكم مستنيين لسه كمان مباراة على مستوى فني كبير جدا نروح للمجموعة الرابعة المنتخب التشيكي في المركز الأول بأربع نقاط إنجلترا في المركز التاني بنفس عدد النقاط وطبعا كرواتيا في المركز التالت وإسكتلندا في المركز الرابع يعني أعتقد كل إسكتلندا وكرواتيا كل واحد عنده نقاط يعني لسه لسه الكلام حتى في المجموعة دي يعني كل الكلام في المجموعة دي الأمور متشابكة جدا جدا ولسه الصراع على الوصول لدور الستاشر ما بين أربع منتخبات بصراحة لكن منتخب الأسكتلندي يمكن بعد الأداء الجيد أمام المنتخب الإنجليزي عنده أمال ما زالت طبعا للحصول على أفضل توالد في المجموات نروح للمجموعة الخمسة طبعا المجموعة الخمسة مجموعة الموت يعني هي مجموعة مجموعة قوية جدا جدا طبعا فرنسا يمكن بعد التعادل مع المنتخب المجري وصلت للنقطة الرابعة المنتخب الألماني بعد هزيمة من فرنسا رجع بفوز كبير جدا على المنتخب البرتغالي وحصلت ثلاث نقاط مهمة جدا جدا في مشوار البطولة المنتخب البرتغالي يعني رغم الفوز الكبير على المجر في المبرأة الأولى لكن طبعا بيقع في المركز التالت بثلاث نقاط كمان المنتخب المجري لم ييأس للحصول على بطاقة التقاول كأحسن توالد عنده نقطة واحدة لكن يعني زي ما بقول لحضراتكم يعني المجموعة دي مجموعة زي ما الناس كلها كانت بتكلم مجموعة الموت مهمة جدا وزي ما بقول لك احنا كمان يعني خسارة واحد من الثلاث فرق دول ما نشوفهمش في دور 16 إذا كان فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أعتقد هيبقى يعني البطولة البطولة هتبقى شكلها مش حلو لو غابت فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال آخر مجموعة معنا المجموعة الستة عندنا السويد في المركز الأول بأربع نقاط المركز الثاني سولفاكيا بثلاث نقاط في المركز الثالث أسبانيا نقطتين وطبعا الفريق البولندي بيحصل على نقطة واحدة من رصيد نقطة واحدة كل طبعا كل الفرص برضو في المجموعة دي كل الفرص متاحة للوصول لدور 16 زي ما بقول لحضراتكم في بولندا بتشعل أمالها تاني بعد التعادل مع المنتخب الأسباني يمكن علامة تفهم في هذه المجموعة هو وجود المنتخب الأسباني في المركز الثالث رغم يعني ترشيح عدد كبير جدا من خبار قرط القدم لوصول أسبانيا للمباريات النهائية أو للجوالات النهائية لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم الييرو 2020 بيشهد مفاجئات كبيرة جدا على مستوى المنتخبات وعلى مستوى النتائي ده كان عرض سريع لجدول ترتيب المجموعات والفرق اللي وصلت وكمان فرص حصول بعض الفرق على الوصول ما زالت الأمال مستمرة لبعض الفرق للوصول لدور 16 هنروح لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع كمان نكمل أحداث ييرو 2020 أهلا بحضراتكم في المحترف ولسه في أجواء بطولة ييرو 2020 يمكن من أقوى تصنيف من أقوى المباريات يمكن اللي تمت في ييرو 2020 كانت مباراة البرتغال وألمانيا ليه على المستوى الحسابات طبعا بعد هزيمة ألمانيا من فرنسا 1-0 وفوز البرتغال على المجر 3-0 يمكن المنتخب الألماني واجه شبح الخروج مبكرا هيقابل البرتغال بطل النسخة الماضية بنجوم الكبار على رأسهم كريستيان ورونالدو مباراة عصيبة المباراة كانت على المستوى التاكتيكي يمكن كان في بعض المفاجآت بالنسبة لبعض الناس كانوا بتقول لوف المدير الفني لمنتخب الألماني هيغير من التشكيلة شوية كل الناس كلمت على طريقة اللعب لا تناسب المنتخب الألماني طريقة 3-4-3 ولكن كانت المفاجأة أن نفس الأفراد ونفس التاكتيك ولكن بتغييرات معينة جو الملعب ويمكن لوف يمكن يتعلم كتير جدا جدا من الخسارة أمام المنتخب الفرنسي على الجانب الآخر المنتخب البرتغالي بعد الفوز 3 على المنتخب المجري انتعاشة كبيرة جدا وكان عندهم أمال كبيرة جدا أنهم على الأل يحصلوا على نقطة بيضمن منها التأهل لدور 16 ولكن يمكن بعد تقدم المنتخب البرتغالي 1-0 في أول تلت ساعة من هدف أكثر من رائع سنشوفه بالشكل التاكتيكي جزي لأنه من الأهداف الرائعة على الكونتر أتاك المنتخب البرتغالي تقدم على ألمانيا في الوقت اللي كان ألمانيا ضغطة بشكل كبير جدا وظهرت بشكل هجومي أكثر من رائع المنتخب البرتغالي بيحرز هدف عن طريق كريستاني ورونالدو ولكن سريعا قبل نهاية الشوت الأول بيقدر أن المنتخب الألماني بيرجع بشكل أكثر من رائع وبيحرز هدفين ولا أروع وتخرج الشوت الأول بنتيجة 2-1 الشوت الثاني كمان ظهر المنتخب الألماني أول نصف ساعة قدر يحرز هدفين خلاص كل الناس قالت المباراة انتهت تماما 4-1 للمنتخب الألماني وفعلا بدأ له فيتعامل من منطق أنه يغير شوية في بعض اللعيبة يدي بعض الفرص لبعض اللعبين ويمكن حراز المنتخب البرتغالي هدفه الثاني وتنتهي المباراة 4-2 4-2 طبعا دي قدة ثقة كبيرة جدا جدا للمنتخب الألماني على رأسهم طبعا لوف المدير الفني وآخر رحلاته مع المنتخب الألماني كمان على مستوى البرتغال يمكن كان فيه ألأ خلاص ألأ شديد جدا المنتخب البرتغالي 3 نقاط المنتخب طبعا هيلعب المباراة الجولة الحاسمة في دور المجموعات أمام بطل العالم فرنسا ومطالب على أل تأدير بإحراز التعادل إحسائيات وأرقام كتيرة جدا جدا في مباراة ألمانيا والبرتغال على مستوى الاستحواز على مستوى الهجمات كمان على مستوى الاتنين مدربين الاتنين مدربين لوف وطبعا المدير الفني سانتوس مدير الفني للمنتخب البرتغالي كان لهم بعض التصريحات يعني زي ما بقول لحضراتكو دايما تصريحات المدربين بتكون احنا كمان بنحاول نتعلم منهم الناس دي ازاي بترد في المواقف الصعبة لوف بعد ما كان يمكن على انتقاضات كبيرة جدا جدا عدى هذه العقبة بشكل أكثر من رائع كان ردوده ايه في المؤتمر صاحبي سانتوس بعد الأداء الرائع عمام المجر والفوز ثلاثة ويمكن هزيمة تقيلة على المنتخب البرتغالي اربعة اتنين كان لهم تصريحات نبدأ التصريحات دي بلوب مدير المنتخب الألماني ازاي او اتكلم ازاي عن عودة الروح للمكنات الألمانية بعد الفوز على المنتخب البرتغالي لا اعتقد ان هذا الفوز هو الذي ولد ثقة بالنفس صحيح انه يعزز ثقتنا بنفسنا لكننا لم نشك بقدرتنا على الفوز المباراة المقبلة امام المجر ستكون اكثر تعقيدة لانهم قد يختاروا اللعب ويدافعوا بثمانية او تسعة لعب يجب ان نلعب كل مباراة مثلما لعبنا امام البرتغال ويجب ان نضغط على الخص ثم نتقدم شيئا فشيئا هناك منتخبات قوية كثيرة في هذه البطولة والمنتخبات التي تلعب باداء ممتاز في اول او ثاني مباراة نادرا ما تفوز بالبطولة جربنا اللعب في نصف ملعب الخصم وبدأنا نستحوذ على الكرة ثم ادخلنا جواو موتينيو ورافا سيلفا وخطفنا الكرة من هنا وهناك المانيا كانت المتخب الأقوى وانا تحمل مسؤولية عن الخسارة نريد ان نعيد مشاهدة المباراة والتحدث مع اللعبين سواء تأهلنا او لا فان هذا امر بيدنا ويجب ان تكون ردة فعلنا مناسبة بعد الخصار زي ما بقول لها حضراتكو تصريحات المدربين بناخد منها بعض النقاط ونبدأ نناقشها يعني على مستوى لوف اتكلم على نقطتين مهمين جدا النقطة الاولى قال انه لسه المشوار وانه هيقابل فريق المجر اللي بيدافع بشكل كبير جدا قال انه ممكن جدا يقابل المجر بيدافع بتسع لعبين بيهتم بالشكل النقطة التانية اللي قالها لوف كمان انه هو بيقول لك اشارة لنفسه ممكن او لمنتخب المانيا في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان في البطولات الكبيرة مش كل فرق تبدأ بنتايي كويزة بتحصل على البطولة او يعني هو بيدي اشارة ان المنتخب الالماني رغم البداية السيئة امام فرنسا لكن اماله لسه على الحصول على زي البطولة حضراتكو عارفين ان اللوف هيترك المنتخب الالماني بعد رحلة استمرت اكتر من 13 سنة مع منتخب المانيا واعلن دوة يمكن قبل اليورو 2020 على مستوى سانتوس اكيد قال ان احنا عندنا اخطاء حاولنا نضغط بشكل كويس على المنتخب الالماني لكن كمان يتكلم على المباراة القادمة امام المنتخب الفرنسي وقال ان احنا هندرس اخطاءنا بشكل جيد جدا وبشكل مركز لان المباراة امام المنتخب الفرنسي اكيد مش مباراة سهلة واكيد احنا عندنا طموحات وعندنا امال كمان للوصول لدور الستاشر هنطلع محضراتكم فاصل وبعد الفاصل نرجع وييرو 2020 اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف في الفقرة ديت معانا ضيف مميز جدا المفاجأة محضرينها لحضراتكم النهاردة ضيفنا في الحلقة ديت من برنامج المحترف واحد من ابرز مدربي حراس المرمى اليونانيين ديمتري موسيارس ده مدرب حراس مرمى باوك اليوناني السابق وكان يعني عنده تاريخ طويل جدا جدا فيه يمكن تدريب حراس المرمى على مستوى عالي جدا رغم صغر سنه ويمكن بداياته كمان البروفيشنال كمدرب حراس مرمى على مستوى البروفيشنال كان يمكن عمره لا يتعدى لستة وعشرين سنة النهاردة بيشرفنا في قناة النادي الاهلي نتكلم معه على حراس المرمى نتكلم على الييرو 2020 ايه اللي شايفه وقدي مركز حراس المرمى فيه تطور كبير جدا جدا فيه مستوى بداية الهجمة في مستوى حراس الكبار جدا نتناقش معه في هذا المواضيع ديمتري بنرحب بيك في قناة النادي الاهلي منوارنا ومشرفنا شكرا جزيلا لكابتن هاني فهو من تواعي شروع نكون معكم مشرفنا طبعا في قناة النادي الاهلي اللي احنا بنغطي بنغطي بطولة مهمة جدا هي بطولة الييرو 2020 ازاي تبع تأزيل البطولة الغد دلوقتي على المستوى الفني لمنتخبات الييرو 2020 اعتقد انها بطولة هامة جدا ومثيرة هامة جدا حتى الان مباريات متعة لم نرى مفاجآت كبيرة حتى الان رأينا فقط الفرق التقليدية تقدم اداء مميز وستكون مثيرة للاهتمام في النهاية يعني هل تعتقد من خلال طبعا يمكن كنت بكلمك قبل ان اخش الهواء المفاجآت اللي بتحصل في الييرو ومسابقة الييرو يمكن على مستوى اليونان كان فيه مفاجآة كبيرة في 2004 وفوز اليونان بهذه البطولة الكبيرة ويمكن كان من دواعي سروري ان كان مدرب طبعا المنتخب اليوناني طبعا مدرب الالماني الكبير اللي حقق معجزة انت قلت لي دي معجزة هل في وجهة نظرك الييرو 2020 ممكن فيه مفاجآة تحصل وان اللقب يروح لبعض الفرق يمكن اللي خارج الحسابات او خارج الصف الاول من المنتخبات العالمية او منتخبات الاوروبية لا اعتقد هذا بكل صراحة ان ارى مفاجآت مثل هذه فهي من اكبر المفاجآت التي حدثت اعتقد اتفكر حتى الان هذه اللحظة التاريخية لم نكن مصدقين لما حدث كان شيء مذهل وكانت لحظة مذهلة ولا اعتقد ان مثل هذه المفاجآت قد تحدث دائما شيء جيد ان يكون هناك مفاجآت في كرة القدم طيب على مستوى متبعتك للبطولة لغاية دلوقتي بالنسبة لحراس المرمى احنا شايفين يمكن دونا روما الحارس المرمى منتخب ايطاليا بيقدم من شكل اكثر من رائع مع المنتخب الايطالي بشكل عام رؤيتك لغاية دلوقتي احنا لسه ما دخلناش في الادوار القوية دور الستاشر والنوك اوت لكن رأيك في مستوى حراس المرمى في البطولة لغاية دلوقتي اعتقد ان المستوى عالي الى حد كبير انت على حق فيما يتعلق بحارس مرمى ايطاليا فهو حارس مرمى جيد جدا وعلى مستوى عالي ولديه مستقبل باهر امامه ولكن ليس فقط الموضوع متعلق بحارس المرمى الموضوع متعلق بالفريق ككل فهم لا يضعون في الاعتبار فقط الاهداف وحارس المرمى هو اداء الفريق بشكل عام واداء حراس المرمى هام وانا متشوق لارى المباريات الاخرى فاعتقد ان سيكون هناك اداء اعلى في كل مرمى وسنرى من سيقدم الاداء الاعلى فيما يتعلق بحراس المرمى اكيد من خلال خبرتك يعني كمدرب حراس المرمى على اعلى مستوى دربت حراس كبير شاركه في الشاميوز ليج في اليوروبا ليج شايفين على مستوى التطور الفني لبعض اللاعبين كمان فيه تطور بالنسبة لحراس المرمى على الشكل التكتيكي دلوقتي يمكن بنشوف حراس المرمى بقى جزء اصيل من التكتيك المدرب في بناء الهجمات فيه ده ما كانتش يمكن في الالفية اللي فاتت موجود الموجودين دلوقتي في هيرو عشرين عشرين في هذه الصفات اعتقد ان دور حارس المرمى في السنوات الماضية اصبح اكثر اهمية في كل عام يصبح اكثر اهمية ونرى هذا في الخطط التي يضعها المدرب وكيف يستغل المدرب حارس المرمى في وضع الخطط وايضا التكتيكات فهو جزء هام جدا من اللعبة ومعظم الفرق تستخدم حارس المرمى وكأنه واحد من الفريق الذي يمارس اللعبة معهم ونرى هذا جيد ليست كل الفرق تستخدم حارس المرمى في كل المباريات ولكني ارى ذلك كثيرا في الحقيقة فكما قلت هناك اداء رائع لبعض حراس المرمى احب حارس مرمى المانيا وايضا حارس مرمى المغر فهو جيد للغاية ادى موسم رائع وتابعته خلال السنوات الماضية العامين الماضيين تحديدا ولكن للأسف فريقه ليس بالقوة الكافية انا ايضا اود ان ارى حارس مرمى فرنسا لان فرنسا من الفرق المميزة في هذه البطولة وايضا اأمل ان ارى اداءه في المباريات القادمة لانه احيانا يقع في بعض الاخطاء واداءه يكون عالي في مباريات ومنخفت في مباريات اخرى ولكن في جميع الاحوال حارس المرمى دوره هام وكل فريق يحاول ان يحرز على اللقب جميل من خلالك كمان يمكن عندنا فاصل لكن يعني بعد الفاصل هرجع اعرف اجابتك على السؤال انت طبعا مدرب موجود في الدور المصري بتدرب عبد المنصف اللي يمكن ظهر خلال المواسم اللي فاتت بشكل اكتر من رأي عايزين برضو اتكلمنا عن يعني التطوير اللاعب المصري وخاصة حراسة المرمى شفته ازاي من خلال عبد المنصف في المنصف اللي فات سؤال مهم جدا بنربط به الكرة العالمية ومستوى الحراس على مستوى العالمي ببعض الحراس اللي عندنا يمكن عبد المنصف ظهر بشكل جيد جدا عايزين نشوف مع طبعا ديمتري هل يعني اللاعب المصري عنده قابلية وخاصة حراس المرمى للتطور السريع فيه اداء وتكتك حراس المرمى على مستوى العالم هنعرف ده بقى عبد الفصل اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم برحب كمان بديف ديمتري طبعا المدرب السابق لباوك سالونيكا اليوناني والمدرب الحالي طبعا لفريق وادي دجلة قبل الفاصل كنت بسألك على التطوير خاصة حراسة المرمى والتطور الحدث خلال يمكن العشرين سنة او العشر سنين اللي فاتوا واللي ظهر على عبد المنصف من خلال وجودك معه يمكن ثلاث سنين اللي فاتوا دور المدرب حراس المرمى في تطوير اداء حراس المرمى بالاسلوب العلمي والاسلوب اللي يتناسب حتى دلوقتي مع الكرة الحديثة او مع الكرة الاوروبية التطور ده حسيت عبد المنصف استقبل ده بسهولة او يعني كان فيه مجود كبير بداية الهجمات استخدامه لرجليه بشكل اكتر من رائع شفت ده ازاي اقد ان هذا سؤال هام جدا بالنسبة لي فانا متعود فانا متعود ان ادرب حراس المرمى قريبين من عمري او في شبه عمري يعني وان ادرب محارس المرمى اكبر مني سنا بنسبة بسيطة فكان هذا تحدي كبير بالنسبة لي وكان علي ان ارى كيف يمكن ان اساعده وان اطور من ادائه ومنصف كان له يعني مستقبل كبير واحرز بطولات كبيرة الشيء الاهم والنقطة الاهم انه كان منفتح على التغيير هذه كانت اهم نقطة ان لم يكن مستعد لاحداث التغيير فلا يمكن لي ان يكون عنده استعداد لتطوير ادائه ده مهم جدا بالرغم من ان كان له دور هام جدا وهو نجم كبير ولكن كانت لديه القابلية وهو منفتح على التغيير وبعد ذلك كل شيء كان سهل العمل معه ومع هذا الطريق ولعبنا كثيرا وطورنا من الاداء كثيرا وحاولنا ان نصنع منه اكثر من حارس مرمى واعتقد ان لديه هذا اداء فهو يعتبر اكبر حارس مرمى ولكن اعتقد انه اقترب من المقاييس اعتقد اكيد انت تعرف ايضا والعشقة في اوروبا انا شايف تطور عبد المنصف كمان على مستوى اداء وبرجله على مستوى الهدوء يعني بيطلع الكرة بشكل اكتر من رائع وده بيتناسب مع اكيد خطة المدرب العامة للفريق فبقى حارس المرمى بقى جزء اصيل في بناء خطة المدرب بشكل كبير جدا بالتأكيد انا اتفق معك تماما ونحن نتحدث كثيرا فيما بيننا حول السقة السقة اللاعبين بانفسهم فعندما يبدأ او تنطلق صافرة البداية عندما يعلم اللاعب ما الذي عليه ان يفعله دون ان يقابل الكثير من المفاجآت او التغيرات الكثيرة فاعتقد عندما يعلم او يعرف ما الذي عليه ان يقوم به فسيشعر بالثقة بالنفس الاداء سيكون افضل بالتأكيد ولديه ايضا الخبرة الكبيرة والتوتر لن يكون هناك اي توتر هنخش تاني يعني في اليورو 2020 برضو من خلال حراس المرمى السؤال بس ليه هل انت بتؤمن بلغة الارقام والاحصائيات وبتعكس هذه الارقام والاحصائيات على تقييمك لحراس المرمى ولا انت شايف لك تقييم معين من حسب رؤيتك الخاصة انا دائما ما انظر على الاحصائيات لا اعتمد عليها بنسبة مئة في المئة ولا اعتمد فقط على الاحصائيات ولكن الاحصائيات والارقام هامة جدا في كرة القدر تعال انا وانتن نشوف احصائيات حراس المرمى لغاية دلوقتي في اليورو 2020 ومن خلال عادي ممكن ناخد من الارقام والاحصائيات طبعا للفترات اللي جاي معنا طبعا على مستوى المنتخب الايطالي عندنا دونا روما دا ايطاليا عدد المباراة ثلاثة عدد الاهداف زيرو بيكفور طبعا انجلترا مباراتين بدون اهداف والسين دا السويد نفس يعني عدد الاهداف زيرو وعدد مباراتين هل دوت الارقام دي بتدل خلاص ان المدرب الحراس المرمى هيمشي على نفس النهج بالنسبة للمورات اللي فاتت او الارقام ما بتدلش دلالة كاملة على اداء حارس المرمى ممكن يكون الاداء الدفاعي للفريق كله كان نهايل جدا وبالتالي ما فيش فرص او يعني هجمات حقيقة نقدر نقيم بها حارس المرمى هذه الارقام تظهر مستوى حارس المرمى ولكن ايضا تظهر ايضا الاسلوب الدفاعي للفريق فعلى سبيل المثال ايطاليا قوية جدا في خطوط الدفاع لديها واعتقد انهم يقومون بعمل رائع مع الكوتش منسيني وقام بعمل رائع في الحقيقة فليس الموضوع متعلق فقط بحارس المرمى علينا ايضا ان نرى كافة اللاعبين وخطط اعتقد ان فرناندو ساندس وهو يدرب البرتغال الان عمل مع باوك لبدة ثلاث سنوات عندما كنت في الفريق الثاني فكان يدرب الفريق الاول وكنت اتابعه دائما واتعاون معه وانا تبعت كافة المباريات وكانت لديه تقنيات دفاعية وقطط دفاعية وكنا عندما ذهبنا الى المباريات تصل الينا الكرة وكانت له خطط وكانت له اسلوبه في اللعبة بناسبة طبعا سانتوس ويمكن انت اشتغلت معاه من خلال وجوده في باوك لمدة ثلاث سنوات اداءه ايه وخاصة في امام المباراة امام منتخب المانيا منتخب طبعا الالماني فاز 4-2 رؤيتك ايه المباراة دي وخاصة رؤية خاصة جدا لكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو بيحطم ارقام قويسية على مستوى كبير جدا ويمكن الهدف الاول امام المنتخب الالماني بيدل ان كريستيانو رونالدو ظاهرة وصعبة جدا تتكرر من حيث القوة الانفجارية من حيث الاسبرينت من حيث التعامل مع القرى بشكل اكتر من رائع في جميع المواقف اتفق معك تماما كما قلت اعتقد ان من افضل اللاعبين في العالم فرناندو ساندوس هو مدرب رائع ايضا فيما يتعلق بالتكتيكات والتعامل مع الشخصيات المختلفة هو منظم جدا ايضا يمكن الهدف من الملاحظ ان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الكرة بيدماغ وكريستيانو زي ما شايفين في الشاشة قطع الاسبرينت مسافة 57 متر ده كريستيانو رونالدو في سن 36 سنة مع كمان شايفين يعني جوتا طبعا ده لعيب مميز جدا طبعا لعب ليبر بول والجري في المساحة الفاضية وان كمان الكرة تلعبت له بشكل لكن على كريستيانو رونالدو هذا اللاعب في سن 36 سنة بيعمل اسبرينت المض يعني تقريبا مسافة 60 متر اعتقد في قل من 6 سواني او 7 سواني ده ده شيء يحسب له انا اتفق معك تماما كما قلت هذا يظهر قدراته البدنية وايضا انه درب بالقدر الكافي وايضا يظهر عقليته وطريقة تدبره للتكتيكات الذي يستخدمها وكيف يمكن له ان يفكر كيف يذهب الى المرمى ولهذا هو وصل الى هذا المستوى طبعا يعني جون يمكن بيبين قدرات رونالدو بيبين قدرات هذا اللاعب الاسطوري من وجهة نظرك الاخيرة اخر سؤال بنتكلم على توقعتك دايما نتوقع المربع الزهبي تتوقع من في المربع الزهبي لليورو 2020 أعتقد أن الفرق من الفرق القوية ألمانيا ستكون هناك في المربع الزهبي حتى الآن هناك خيبة أمل لأسبانيا لا أعتقد أنهم سيصلون الى النهائي فرنسا أعتقد قطعوا شوطا كبيرا في البطولة وهم أقوياء وأعتقد أيضا إيطاليا لسنوات طويلة لم يصلوا ولم يحرزوا نجاحات ولكن أعتقد أنهم الآن أقوياء ويمكن أن يصلوا فأنا أؤمن بهؤلاء الفرق الثلاث هم أقوى فرق بالنسبة لي ممكن بعد يمكن الفريق الإنجليزي كمان ممكن يكون موجود في المرابع الضهبي نتيجة عدد لعيبة كثير جدا على المستوى الكبير دمتري طبعا بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا القناة النادي الأهلي وإن شاء الله هيكون لقينا لقاءات أخرى كمان لتقطية 20-20 من خلال مدرب كبير جدا على مستوى حراس المرمى بنشكرك شكرا جزيلا نشكركم شكرا جزيلا فكان شرف أن أكون معكم دي نهاية فقرتنا الحوارية مع طبعا دمتري مدير المدرب حراس المرمى لفاوك السابق والحالي لودي ديجلة نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع للتاكتكس أهلا بحضراتكم في المحترف يعني كان نفسنا نكون معنا فقرة التاكسس لكن هنتكلم على المنتخب الألماني ومنتخب المتغال ونتكلم بشكل أكتر يعني فنيا لكن دي الوقت يمكن هنأجل دمع حضراتكم لفقرة يوم الخميس إن شاء الله طبعا دي كانت نهاية حلقاتنا من المحترف بإذن الله إن شاء الله ييرو 2020 مع المحترف الخميس اللي جاي في شاشة قناة النادي الأحلي